مع اختتام الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي تصريحة إيرانية متفائلة بقرب حل الخلافات مع الدول الغربية نقاط الخلاف المتبقية وصلت إلى نقطة يعتقد جميع الأطراف بأنها قابلة للحل بحسب كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقشي المسؤول الإيراني أشار كذلك إلى أن الوفود المشاركة في المحادثات توافقت على ضرورة العودة إلى العواصم من أجل التشاور واتخاذ المزيد من القرارات حول القضايا الخلافية المتبقية الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي يعيش أيامه الأخيرة كرئيس للبلاد يكشف كذلك في تصريح له حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا من القضايا الفرعية لا تزال عالقة بدوره كرر المندوب الروسي في المفاوضات موقفه الذي لطالما أعلن عنه سابقا لجهة تأكيده على إحراز الوفود في فيينا تقدما ملحوظا إلا أنه أكد الحاجة إلى مزيد من الوقت مصادر مطلعة أكدت أن مسألة العقوبات الأمريكية تندرج ضمن تلك التعقيدات فواشنطن وافقت على رفع ما يقرب من ألف من هذه العقوبات من أصل 1650 عقوبة وهو أمر لا يزال يشكل خلافا حادا بين إيران والولايات المتحدة في حين أفادت مصادر أخرى أن من بين القضايا العالقة والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت قضية عدول طهران عن انتهاكتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيوم وترفض طهران التراجع عن انتهاكتها قبل رفع كامل للعقوبات الأمريكية إلى جانب ذلك تصابق مفاوضات فيينا الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة يوم الثامن عشر من يونيو والتي من المتوقع أن يفوز بها مرشح ينتمي إلى تيار المحافظين المتشددين مما قد يعيقه أي اتفاق بحسب خبراء